السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أتمنى أنكم تصلوا عن نبي جميعا باش نديوا الأجر مجموعين إذا مرحبا بكم في مطبخكم ومطبخ الأمل اليوم نقدم عباضيتنا جوجة الأنواع ديال الكيك بخليط واحد شكلو ونوعو وبرعو وليداتكم والمائدة القوتي ديالكم أتمنى أنكم تفرجوا في الفيديو حتى الأخير وين الإعجاب ديالكم إذا على بركة الله بالنسبة للمقادر الرئيسية أو الخليط الرئيسي عندي هنا خمسة ديال البيضات عندي هنا البيض الصغير اللي عندكم كبير دير وربعة فقط يكون بحرارة المطبخ عندي كأس ديال الحالي بيكون كذلك بحرارة المطبخ كأس مع مرش كما كتشوفوا معي ديال زيت المائدة وكأس ونص لدي السكر حبيبات كأس وكذلك واحد الحك ديال الياغورت عندي هنا بالنكهة الفاني ديروا أي نكهة بغيتو إذا على بركة الله غادي نبدو الطريقة اللي جيد سهلة وغادي نحتاجوا فيها الكأس ديال الخلاط الكهربائي غادي ندير البيض ديالي كامل كما سبق لي ذكرت خمسة ديالبيضات إلا كانوا صغير إلا كانوا كبير دير وربعة فقط غادي ندير البيض وكذلك غادي نضيف ليه قبيصة ديال الملح فيما كان عارفه ضرورية باش تقدلنا الضوء ديال الخالط ديالنا عندي كاس ونص لدي السكر حبيبات كيف المسبق لي ذكرت بحكم أنه عندي جوج ديالي كيك خلط الخالط مع بضياتهم مزيان 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 فيما سبق لي ذكرت بحكم البانان وفاني اللي متوفر عندكم يمكن لكم تعود الياغورت بكاس آخر ديال الحليب أو لكاس ديال الماء إذاً ما بعد ما اضربت الخالط كله مزيان كان خدمه وكان خوفه في واحد البول أو البانيو اللي غادي نخدم فيه لكيك ديالي سوف نضيف الدقيق اللي كيبقى من طبيعة الحالة لحسبيت الخالط عندي هنا يا أولا فاني غادي نزيد نسم الخالط الجالي بالفاني وغبرة او اللي يمكن لكم دروا فقط قشور البرتوقال او الحامض عندي كبداي هنا جوج كيسان ديال الدقيق ضروري تغرب من طبيعة الحال الفورس كل شيء يعرف هذا القاعدة كنا نبدأ نخلط وانا كنضيف الدقيق شوية بشوية هذا الكاس الثالث والكاس الرابع سوف نخلط وعيني ميزاني طبيعة الحال ما غادي نحصل على الخالط اللي أنا بغيس بحكم اني باقي غادي نقسم الخالط على جوج وكل جوج غادي نضيف لي شيء حاجة اخرى سوف نكتافي بهذا القدر كيف ما شفته معي ؟ وينجيب واحد للضع الذي سوف نقسم الخالط بالنسبة للضع هذا المقص هو في المادلين وكي سوف نقص الشحام المادلين ليس من المادلين من المادلين بعد هنا والخالط الذي سوف نقصه في الماء في الكيك ويبقى على حجب الماء لديك وهذا الملح سوف نضيف الجحام المادلين سوف نضيف لي الكاكاو التي تبقى الكيمية لحسابية النوعية والحسابية النثومة ما يريد أن تكون للمادلين بالنسبة للكاكاو مجهدة أو خفيفة من الأحساب أن تغرب له بقيم أن تكون هذه الحبيبة الصغيرة يبقى لنا في الخالط سوف نخلط نخلط جيد حتى نضمن أن الكاكاو نساجم لي مع الخالط الكيك الذي لديه بالنسبة للخليط سوف نضيف له خمارات من فئة 8 جرام يعني نضيف 16 جرام الخميرة سوف نغرب لهم كذلك لكي نضمن نهائيا الحبيبة لن يبقى لها في الخالط سوف نضيف هذا الخليط سوف نضيف دقيق و سوف نضيف معي القديلة الخل سوف نعرف بضياتنا الدور الخل سوف نضيف من المجلس إلى المجلس إلى الوضم سوف نضيف الخليط و سوف نضيف الخليط سوف نضيف ABS يجب أن يضيف نضيفه من بعد ما عمرتهم ضروريك تخليوا واحد الجوز باش يتنفخوا انا قلت هنا يا حبيبات الشوكولة من الأحسن يكونوا نوعية ممتازة باش ميتوبش لكم في الفران هذين نخليوا مجانبا ونمروا بالخليط الثاني غادي نحتاجوا فيه واحد الحبة ديالة الليمون او الحامض ما تكونش كبيرة وما تكونش صغيرة بزيف غادي نستعمل القشور ديالها فقط غادي نحتاج نقطعها باش نزول للعضام او البودور اللي كينا فيها قطعوها رقيقة باش نطحنوها باش نضمن ان القشور حتى هو ما يتطحنو اليم زيان صافي بالنسبة لي هذا هو كما شفتوا ما عنديش العضام ضروري تردوا البال ضروري تردوا البال غادي نقطع الكيميا كاملة وغادي نطحنها مع نصف كأس ديال الماء في الخلاط الكهربائي نصف كأس ديال الماء ونطلقوا ان شاء الله هذا الخليط اللي طرفت او اللي خليطه جانبا في اللول كيفما شفتوا وضفت الخليط نصف كأس ديال الماء مع الوحد الحامضة من بعد ما طحنته مزيان في الخلاط الكهربائي وغادي نضيف هنا بضوع الخشخاش البوافو كيبقى اختياريين وكذبق الكيميا على حسابية الضوك وكذلك اضفت هنا يجوج خمارات من فئة ثمانيا جرام وغادي نضيف شوية ديال الدقيق لاني نحسيس به بحلة خفيف هذا هو الخالط كيفما كتشوفو كيبقى لكم طبيعة الحامن حينكم ميزانكم بحكم انه كل واحد والدقيق اللي عنده سوف نشعل الفران وندخل الخليط الكيك والمدلين الفران يكون بارد وندخلهم يطيبوا على عفية مهيلة وهذا الشكل النهائي الكيك راكي يجي رائع من السم بنكهة الحامض او الليمون كي يجي غزال وخفيف مع ذاك البودور الخشخاش اللي كيكون فيه ممكن لكم تستغنو عليه ولكن راكي اضافة زوينة الكيك انتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقة فعلا كيستحق الجريبة وكذلك المدلين الجاولين اللي كيجيو رائعين خفافين يمكن لكم تديرو ووسطهم شوكولات شوكولات الدهن او قطعة الشوكولات صحيحة في الوسط كيفما يمكن لكم تخليهم كيفما هما كيفما كتشوفو راحو بيبة الشوكولات لحيط نوعية ممتازة كيفما يدبوش في الفران يجبون خفافين وبخالي الطواحد سوف نزوق مائدة القطة او للخارجات بحكم اننا في فصل الصيف الناس يخرجوا سهلين وسريعين نتمنى انكم تجربوه وانا اعجاب لكم دمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه موسيقى 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 شكرا